استطلاعات الرأي تقول إن الرئيس الفرنسي المنتهي ولايته مانويل ماكرون يقترب من الفوز بفترة رئيسية ثانية معادلة قد تتخللها مفاجأة تربك الحسابات في أوروبا وتعيد تصور مستقبل السياسات الفرنسية في حال فوز لوبان وفيما يلتفت الناخب الفرنسي إلى الأوضاع الداخلية وأداء الاقتصاد تفيد بعض التقارير بأن تكاليف المعيشة قد تكون الخطر الأكبر الذي يواجه ماكرون أهلا بكم إلى برنامج الرابط عشية الانتخابات الفرنسية التي تفصلنا عن اسم الرئيس الفرنسي لسنوات الخمس القادمة نتساءل إلى أي حد ستشكل الأوضاع الاقتصادية عامل الحسم في صوت الناخب الفرنسي بين ماكرون ولوبان وإن كان ساكن الأليزي الجديد ما خياراته السياسية للتعامل مع التحديات الخارجية والداخلية لباريس يوصف بيوم الحسم في فرنسا فبعد 24 ساعة من الآن سيختار الفرنسيون من سيقودهم خلال السنوات الخمس المقبلة بين الرئيس المنتهي ولايته إمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف ماريل لوبان الاختيار لا يلعب على وتر السياسة في حسب فللاقتصاد دور فاصل بطاقات الأسعار في الأسواق الفرنسية قد لا تقتصر مهمتها حاليا على توضيح كلف المنتجات فالانتخابات الرئاسية حولت تفاصيل حياة الفرنسيين إلى معيار لاختيار الرئيس المقبل ليس للحياة السياسية ولا للمواقف الدولية أولوية عند الناخبين حاليا بل هي القرارات التي تجعل حياتهم اليومية أفضل لترفع بذلك حدة النقاش عندما يتعلق الأمر بالوضع الاقتصادي رأيت برنامجك وسياساتك الاثنتين والعشرين لم تريد كلمة بطالة ولو لمرة واحدة هذا اعتراف بالعمل الجيد الذي تم إنجازه في السنوات الخامس الماضية أشكرك على هذا بشكره لمنافسته الرئيس الفرنسي المنتهي ولايته إمانويل ماكرون يقول في الواقع أن إصلاحاته الاقتصادية كانت فعالة لكن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان توجهه إلى مشاكل أعمق لقد سمعت الفرنسيين يتحدثون عن مشاكل القدرة الشرائية سمعتهم يقولون أنهم لا يستطيعون فعل ذلك بعد الآن وأنهم لا يملكون القدرة على تغطية نفقاتهم فسبعة من كل عشرة فرنسيين يعتبرون أنهم فقدوا القدرة الشرائية خلال خمس سنوات لوبان لعبت على ورقة ارتفاع الأسعار والتدخم وهي مشكلة تضعفت مدفوعة بتبعات الجائحة والأزمة الأوكرانية لكن حلول لوبان للمشاكل الاقتصادية ووصفت بالمتطرفة أيضا كان أبرزها مساعيها لإخراج باريس من الاتحاد الأوروبي فيما يدافع مكرون عن اتحاد قوي تلعب فيه فرنسا دورا مهما تدعمه في ذلك كبرى العواصم الأوروبية التي تخشى تفكك التكتل وميل اليمينيين المتطرفين في فرنسا إلى روسيا وللمزيد من التفاصيل والمعلومات المتوفرة من أرض الحدث ينضم إلينا من باريس موفد الشرق إلى هناك أحمد جلالي أحمد على سبيل التوطيع والتلخيص وقد سكت الجميع عن الكلام ماذا يمكن أن تقول أنت قبل أن نبدأ نقاشنا في الرابط مرحبا مجددا مكي اليوم الجو متقلب هنا في باريس لا ندري إذا كان يوم الاقتراع ستنقلب النتائج لصالح زعيمة اليمين المتطرف مارين لبان رغم أن استطلاعات الرأي هنا في فرنسا لصالح الرئيس المنتهي وليته إيمانيال ماكرون اليوم فرنسا في مرحلة صمت انتخابي مفروض على المترشحة وأيضا على وسائل الإعلام وعلى مؤسسات استطلاعات الرأي إلى غاية يوم الغد الذي ينتظره الفرنسيون يترقب الفرنسيون هذا اليوم خاصة مع الحديث عن نسبة امتناع قد تتجاوز نسبة 2017 التي كانت في الجولة الثانية 25% هل سيزيد هذا الرقم أم يتراجع خاصة مع الحديث عن فئة رافظة لبرنامج زعيمة اليمين المتطرف رغم تخفيض من لهجتها الشرسة في التعامل مع المهاجرين والمسلمين على حد سواء وأيضا هل كان المتنافسان أكثر إقناعا من خلال هذين الجولة خاصة بعد المناظرة التي انقسم حولها الشارع السياسي والمراقبون ورأوا بأن فرنسا كانت تستحق أفضل من هذه المناظرة بالغوص في مشاكل الفرنسيين كيف نهتم بالصحة والمعيشة والاقتصاد وأيضا في التعامل مع الرهانات الخارجية خاصة ما يتعلق بملف الطاقة والاتحاد الأوروبي في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي هنا نذكر بأن ضمن برنامج زعيمة اليمين المتطرف ماريل لوبان هي تدافع أو ترى بأنه يجب أن تخرج فرنسا من هذا الاتحاد وتنتقده بشدة أو تطرح تغيير المسار معه فيما يرفضه أنصار ماكرون والعديد من الأحزاب الأخرى أيضا الحرب على أوكرانيا لها وقعها في هذه الانتخابات كيف يتعامل الرئيس القادم مع روسيا بالدرجة الأولى هل ستكون فيه اتصالات مع الهند والصين مثلما تحدث إيمانيا الماكرون في مناظرته وقال أنه سيقترب مع هذه الجبهة وأيضا مع دول الخليج للوصول إلى حل في أوكرانيا وإيقاف هذه الحرب رهانات كبيرة رهانات إيكولوجية رهانات على داخلية خاصة فيما يتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطن الفرنسي ورفع الأجور الاهتمام بالطبقة الشغيلة أيضا مراجعة نظام التقاعد كلها ملفات موضوعة ستضع أقول على مكتب الرئيس إما أن يكون ماكرون لخمس سنوات متجددة وإذا ظفر بهذه الفرصة سيكون أول رئيس يتأهل إلى عهدة ثانية بعد شك شراك منذ 2002 وإذا وصلت لبان ستكون أول رئيس من اليمين المتضرف رهانات كبيرة بالفعل أشكرك على كل هذه الإضاءات من باريس أرض الحدث هذه الأيام أحمد جلالي موفد قناة الشرق إلى العاصمة الفرنسية شكرا قبيل البدء في نقاش حلقة الرابط اليدي الليلة إليكم هذا التذكير بسؤاليها عشية الانتخابات الفرنسية والتي تفصلنا عن اسم الرئيس الفرنسي للسنوات الخمسة القادمة تسألنا إلى أي حد ستشكل الأوضاع الاقتصادية عامل الحسم في صوت الناخب الفرنسي بين ماكرون ولوبان وإيا كان ساكن الإليزي الجديد ما خيارته السياسية للتعامل مع التحديات الخارجية والداخلية لباريس لمناقشة ملف حلقة الليلة من برنامج الرابط دعوني أولا نرحب بضيوفنا معنا من باريس السيد جون بير بيرون الكاتب والباحث السياسي في بوليتيك انترناشنال معنا أيضا الدكتور أليكسندر كاتب أستاذ الاقتصاد في معهد العلوم السياسية في باريس كما ينضم إلينا من باريس دائما سيد نزار أجليدي الكاتب والباحث السياسي أهلا بكم جميعا أبدأ معك سيد نزار من باريس وكلكم من باريس وهي قبلة الأخبار والأحداث هذه الأيام هل إن حديث المفاجأة ما يزال مطروحا أما أن أحصل ما في الصدور وما في الصناديق غدا ربما وقد تبعت سيد نزار ردهات ويوميات الانتخابات منذ فترة أهلا وسهلا مرحبا بك الصديق مكي وكذلك بضيوفك نعم نحن اليوم في يوم الصمت الانتخابي ولكنه يوم الهمسات وليل السكاكين الطويلة يبدو أن أمر الانتخابات في فرنسا قد حسم ولكن هناك دور ثالث لم يحسن بعد الجميع يعرف بأن الذي سيسكن القصر هذه المرة سيظل ينتظر دور ثالث وهو الانتخابات التشريعية الفرنسية تقريبا حسمت المسألة لصالح مكرو ولكن دور المفاجأة ربما في الأرقام نعرف جيدا بأن مكرو أقنع خلال المناظرة وأقنع خلال الدور الثاني أقنع من خلال حديثه في موضوعات تهم الفرنسيين واستطاع أن يقصف خصمه مارين لوبان لأنها بقت بالمكياج والقيافة ولم تصل إلى قلوب الفرنسيين وهاجمت المبادئ الحقيقية لفرنسا أوروبا المرأة تريد أن فرنسا تخرج من أوروبا والواقع بأن فرنسا لو لم تكن فرنسا موجودة في الاتحاد الأوروبي وألمانيا لم يكن الاتحاد الأوروبي أصلا ولكن الليلة اعتبرها ليلة السكينة الطاويلة واليوم هو يوم الهمسات باعتبار أنه آخر اللمسات الأخيرة لصانع القصر الجديد ولكن هذا الرجل الذي سيسكن القصر عليه الآن أن يفكر في الدورة الثالثة الذي يحكم فيه شخصية أخرى سياسية في فرنسا وهو جون ليك ميلانشان باعتبار أن الجميع يعرف أننا قادمون النظام السياسي في فرنسا يعتمد بالأساس عن تشكيل الحكومة لأول مرة في تاريخ فرنسا الحديث نتكلم عن رئيس حكومة لن يكون من اختيار الرئيس القادم ولن يكون من حزن الرئيس لأن جماعة ماكرون في البرلمان كشفوا عن سلبيتهم وكشفوا عن قلة خبرتهم خلال خمس سنوات ولوبان حتى وإن نجحت لم تستطيع أن تكون مجلس نواب نحن نفكر في المرحلة الثالثة حسم الأمر لماكرون تقريبا ولكن نفكر فيما بعد الانتخابات الدولة الثالثة المهم بالعودة إلى هذه الانتخابات التي فيها ثلاث نقاط مهمة النقطة الأولى أنه انكسر يمين يصار في فرنسا ماكرون يمثل شبهة ليست بحزب سياسي ولوبان هي آخر الذين كما يقول أحد الشعراء آخر الهلاليين هي آخر السياسيين الذي ينتمي إلى حزب هذا أولاً ثانياً نحن أمام ارتداد حرب في أوكرانيا وروسيا بين من سيقطع حبل الودي مع الأمريكان الذين يقومون بحرب بالوكالة والاتحاد الأوروبي ونفذ ماكرون صعد بهذه اللعبة السيسية وقال أريد دوراً تنسيقياً مع الولايات المتحدة الأمريكية وسيكون ماكرون مجبراً على تحديد العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية النقطة الثالثة المهمة جداً وهي حياة الفرنسيين بجاز نعم ارتفاع المعيشة الثالثة في هذه الانتخابات يا مكي نعم في النقطة الثالثة المهمة جدا لا حديثة على حياة الفرنسيين عن النقل والصحة وعن القدرة الشرائية وعن النفسية الفرنسية بعد الستائر الصفراء وأزمة كورونا نجح مكرون على الأقل في الخمس سنوات بأن أخفت صوت النقبات لم نرى أي مظاهرة نقبية في زمن مكرون وجدنا فقط بعض الأشيكات التي تصل إلى المواطنين لأنه إقماد صوت مطلبي كبير جدا ولكن المطالب مرجحة للدورة الثالثة في الانتخابات والتي ستحسن بشكل كبير عسى أن لا يكون ليس ساكن الإليزي بل ربما سيكون هو سجين الإليزي سنرى ونقلب بالفعل هل ستكون يد ساكن الإليزي طليقة حرة في التصرف أم لا نظام رئاسي في فرنسا لكن لرئاسة الحكومة أيضا وللبرلمان دور كبير قد يكون مكبلا هذا بلا دكتور أليكسندر كاتب لأسأل عن عامل الحسم الأول والأوحد بمنظور الاقتصاد هل هو فعلا غلاء المعيشة كما يردد البعض عامل الحسم في التصويت قزي طبعا نعم نعم شكرا تدخم الأسعار يمثل أكثر خطر اليوم في الاقتصاد الأوروبي وفي الاقتصاد الفرنسي وهذا أيضا مرتبط بعوامل كالحاب في أوكرانيا وغيرها من العوامل التي لا يسيطر عليها الرئيس أو الرئيس التي سيتم انتخابها يوم غد ونرى هناك حدود لما يمكن أن يفعله أو تمكن أن تفعله الرئيس أو الرئيس التي سيتم انتخابها وذلك أيضا مرتبط بعوامل أخرى وهي على الصعيد الأوروبي الخطر من أنبوب الغاز الروسي وهذا ما يحسم عليه بعض حلفاء أوروبا مثلا كالولايات المتحدة التي تحسم وتسر أوروبا على قطع علاقتها مع روسيا في هذا المجال ولكن هذا سيؤثر بنسبة سلبية عميقة يعني بعبارة أوضحة سيدة أليكساندر بالنسبة للناخب الفرنسي هل الاقتصاد سيكون هو موضوع الحسن في التصويت أم لسياسة نصيب أكبر هكذا ببساطة الاقتصاد هو عامل سيكون له أثر على الانتخاب ولكن العامل السياسي أعتقد أنه سيؤثر أكثر فالخيار الذي هو مطروح أمام الناخبين هو الخيار بين نموذجين سياسيين أكثر مما هو الخيار بين نموذجين اقتصاديين نعم كنا هما أقرب لليمين واحد يمين الوسط والآخر أقصى اليمين هما خياران سياسيين أكثر منه اقتصاديين دعني أذهب إلى ضيفنا وسندير الكلام بأكثر تفصيل فيما بعد مصافحة أولى وعلى سبيل الاستهلال للنقاش سيد جون بير بيران ودت أن أسأل عن الفرنسي الناخب العادي هل ما يدفعه للتصويت غدا هو العامل الخارجي أم العامل الداخلي هل أوروبا حاضرة في اهتمامات الناخب بعد دعوات زعماء أوروبيين للتصويت لماكرون بصريح العبارة أم أن الهم الفرنسي هو الأولى وهو عامل الحسم الوحيد في التصويت إن أوروبا لن تكون حاضرة بهذا القدر في خيارات الفرنسيين الآن عند التصويت للرئيس الجديد ولكن هناك هذه المخاوف للحياة اليومية وهذه الصعوبات التي ستكون الحاسمة في هذا التصويت أولا يمكن أن نقول أن الكثير من الأشخاص الذين سيختارون السيد ماكرون سينتخبون للرئيس ماكرون حتى ولم يكونوا يحبونه شخصيا لأنهم يعتبرونه متكبرا ربما أو أبويا ولكن يفكرون أن هذا الرئيس يحب الأغنية ويفضلهم إلى خيره ولكن سيصوتون للرئيس أو للسيد ماكرون لأنه كما تحدثتم هناك هذا النموذج الاجتماعي بين الأول وبين الآخر إذن هذا الخير الذي يطرحه أو يمثله السيد ماكرون وأعني النموذج الليبرالي التقليدي مع هذه الأهمية الكبيرة للحريات وأيضا للمؤسسات بالمقارنة مع المنظومة التي تمثلها السيدة لوك بين والتي تتمثل في عدم اليقين وربما نتوقع أبعث بعض الحريات تحت حكمها مع هذه الأحكام التي تعتبر غير دستورية ومثلا هذا الاستفتاء عن الهجرة التي تود أن تجريه بعد وصولها إلى الرئاسة وهذا غير دستوري إذن نعم هناك نموذجان اجتماعيان يتصارعان والآن هذه هي الأمور الأكثر أهمية بالمقارنة مع صعوبة الحياة إلى آخره والحياة اليومية والمعيشة وهناك الآن من يعاني من هذه الحالة ربما هؤلاء الأشخاص سيمتنعون أو سيصوتون لسيدة لوبين ربما جزء من هؤلاء الأشخاص سيصوتون لسيد ماكرون لأن لوبين تخيفهم اقتصاديا هل ترى أي فوارق بين الطرحين والمرشحين؟ نعم بالطبع هناك اختلافات كثيرة في المسائل المختلفة مثلا البيئة وليس هناك النظرة المتشاركة لأن الشخصين أو المرشحين يريدان المزيد من المنشآت النووية ولكن هناك هذه التعرضات المتمثلة في سن التقاعد هذا النقاش العميق في فرنسا الآن مع بعض الفرقات في الأعوام أو سن 64 أو 60 سنة مع هذا الاقتراح من السيدة لوبين إذن مسألة التقاعد المهمة جدا ومثلا أيضا مسألة الضرائب على الوقود لأن السيدة لوبين تود أن تخفض ذلك إلى 5% هذه الضرائب العالية جدا ربما 60% وإن الرئيس ماكرون يفضل هذه الإجراءات الانتقالية وهذه هي النقاشات الكبرى ولكن هناك أيضا الكثير من النقاش على المشاكل الأقل الأهمية ربما العطلين عن العمل هل ندفع لهم؟ هل ندفع لهم أقل؟ كل هذه النقاشات التي سمعناها وترددت في المناظرة منذ بضعة أيام إذن نعم الحياة الاقتصادية هي التي سيكون لها أفقل الأكبر ولكن أيضا الإختيار الاجتماعي بين هذين الهدفين للحملة وبين المرشحين إذن ما بين انتخابات عام 2017 وانتخابات 2022 عوامل عدة دخلت على خط المشهد السياسي في فرنسا في هذه الدورة الانتخابية غيرت من توجهات البرامج الانتخابية لسيما بين المتنافسين إمانويل ماكرون ومارين لوبين ضلت نسب التصويت في الانتخابات الفرنسية الرئاسية لعام 2017 و2022 شبه متقاربة الرئيس الفرنسي كان قد فاز في الجولة الأولى بفارق 2.3% عن منافساته مارين لوبين عام 2017 أما الفارق خلال الجولة الأولى من انتخابات 2022 فوصل إلى 4.7% لصالح ماكرون رغم الزيادة في الفارق إلا أن شعبية ماكرون كانت أعلى في 2017 بعد رفعه شعار لا يسار ولا يمين لكن الشعبية تتراجعت عام 2022 فالرئيس الشعب يخوض الانتخابات واستصخة شعبية من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء جراء الأزمة الأوكرانية وهذا ما دفع نسبة المشاركين إلى التراجع بنسبة تصل إلى نحو 4% عن 2017 ركز إيمانيوال ماكرون ومارين لوبين خلال عام 2017 على الأمن ومكافحة الإرهاب إلا أنه خلال 2022 ذهب التركيز باتجاه أحياء القومية الفرنسية واستخلاف حول البقاء في الاتحاد الأوروبي من عدمه لوبين دعت إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي فيما ماكرون دعا إلى أمة أكثر استقلالا في أوروبا أقوى وحول السياسات الداخلية كان البرنامج الانتخابي لماكرون ولوبين يركز على إصلاح برامج التقاعد وإدارات الدولة عام 2017 إلا أنه خلال 2022 بدأ المتنافسان التركيز أكثر على ضرورة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المجالات كافة نظرا لتداعية الحرب الروسية على أوكرانيا أسانا في النقاش معك سيد نيزار تعليقا وتفاولا مع التقرير إذا ما قارننا بين استحقاقين 2017 و2022 بتأكيد فترة طويلة مرت خلالها مياه كثيرة تحت الجسر هل تغير السياق هل تغيرت القضايا أولويات المرشحين وأولويات الناخب الفرنسي هل تغيرت وما الأكثر عاجلية وإلحاحا من بينها نعم تغيرت المعادلة وتغيرت الإحداثيات نعم منذ أزمة كورونا استفاقت فرنسا واستفاق الأوروبيون على حاجتهم على بعض من الاستقلالية في بعض المواد عندما سكت العالم للحظة معينة ولم يجد الآن لا نجد الدقيقة والزيت في فرنسا هذه حقيقة أنا أتعجب لمن يقول بأن الناخب الفرنسي ليس في ذهنيته أوروبا أوروبا حاضرة بقوة عكس ما تروجها السيدة لوبان لأن أوروبا حاضرة على الأقل فرنسا وجودها في أوروبا لأن الحديث الآن في المسألة الطاقية في استحقاق فرنسا إلى الغاز في استحقاق دول أوروبا إلى الغاز سيكون النقاش مع شرق المتوسط سيكون مع الضفة الأخرى من البحر الأبض المتوسط سيكون رهان على الرئيس الجديد أن يتناقش مع الجزائر ومع ليبيا وحتى أفريقيا جنوب السحران مثل ما فعلت إيطاليا نعم نعم أنا آتي إلى هذا الموضوع ترتيبيا سيدي الرئيس الذي سيقدم عليه أن يكون ذا لسان رطب وذا لسان محاور جدا لأنه سيحتاج إلى شرق المتوسط سيحتاج إلى بوابات خط الحرير التي تسيطر عليها الآن روسيا والصين سيحتاج ربما كمفاوض حقيقي ليقدم بعض من الملفات في هذه الضفة كمهر لروسيا حتى تخفف من ضغطها على أوكرانيا نعم الآن الحضور الأوروبي قوي جدا في ذهنية الفرنسي ولكن هناك إحداثات جديدة كما قلت عندما صمت العالم في أزمة كورونا وحتاجت فرنسا إلى أبسط الأشياء أن تصنع بعض الأقنعة في قصر رهلال أو في بعض الأماكن في المغرب ولكن فرنسا تعرف اليوم بأن عليها أن تجد شركاء جدد وعليها أن تغير اللهجة من سرديق أد أونافخيك مساعدة إفريقيا إلى تطوير أو التعاون مع إفريقيا الرئيس الجديد يجب أن يكون رئيس ديبلوماسي ولذلك الصورة الحاضرة لدى المواطن الفرنسي البسيط الذي يذهب إلى المغازات اليوم ولا يجد الزيت ولا يجد الدقيق ومع غلا ثمن الخبز اليوم الرغيف يعني في ارتفاع كمير في فرنسا الدقيق في ارتفاع كمير في فرنسا ولكن هذه دولة دولة فرنسا هي دولة لها بعض المكتسبات المكتسب الأول على الأقل أنها الآن تبحث عن الرئيس له حلول في الحسابات ما كشفته السيد مارين لوبان أنها حسبيا ليست إمرأة اقتصاد ماكرون نقول عليه ما نريدنا صديقا نقول أنه رجل أثريان صديقا نقول بيهو أنه الإبن المدلل للعائلات الثرية ولكن الرجل اقتصاديا استطاع أن يخفت على الأقل كثيرا من الضجيش عندما تتكلم اليوم مع ما يسمى بالأعراف الصغار الذين يبقون بعض المؤسسات الصغيرة يقول لك سأصوت لماكرون يقول لك سأصوت لماكرون لأنه استطاع أن يغطي تلك الفترة كورونا أن يغطي كل مصاريفنا واحتياجاته هي فكرة ذكية ولكن هذا لا يبرر لهذا الرجل أنه رجل ليبرالي لذلك قلت لك أن هناك حاكم ثالث في الانتخابات الفرنسية لذلك قد نرى عديد الورقات البيضاء خاصة أننا نعرف أن جون ليك ميلونشو قال لجماعته لا تصوتوا لولوبان ولكن لكم اختريت كذا أنت كلمتني على إحداثيات هل تغيرت اللعبة نعم تغيرت اللعبة لأننا لم نعن في المواجهات السياسية القديمة في فرنسا بين طرح يمنيا اشتراكيا يؤمن بمبادئ معينة وبين طرح الليبرالي نحن أمام اليوم عملة عنوانها التطرف وعنوانها المكياج والقيافة السيدة لوبان رغم أن الصورة نزار الصورة هي نفسة على مستوى الشكل نفسه المرشحيني ونفس نتيجة الدور الأول ونفس المنافسة ونفس دعوة ميلونشو أيضا لإسناد هذا أو ذاك إلا أن التفاصيل هي التي تغيرت الأولويات انقلبت ربما دعني أسأل ما بين أولوية الاقتصاد والسياسة أيها ما صار أولى لضيفنا من باريس كذلك سيد أليكسندر ودت أن أسأل عن قضايا الأمن والهجرة والإرهاب هل تراجعت إلى الخلفية لتصبح قضايا الاقتصاد في الواجهة مثل غلاء الأسعار رفع الأجور وهذه المشاكل في أسعار الطاقة في علاقة بما يجري في أوكرانيا دائما بمنطق المقارنة ما بين انتخابات 2017 و2022 شكرا أريد قبل كل شيء أن نصححة بعض الأشياء التي قالت التي هي تمثل أخطاء وأشياء ومثلا عندما يقول البعض أن مارين لوبان تريد أن تخرج من الاتحاد الأوروبي هذا ليس صحيح مارين لوبان لا تريد أن تخرج من الاتحاد الأوروبي تريد أن تغير هذا الاتحاد من الداخل ونمدجها ليس بريطانيا مثلا نمدجها هو مثلا الرئيس فيكتور أوربان في المجيار أو بعض الزعماء الآخرين الذين لهم هذه الحساسية ولا تريد مارين لوبان أن تخرج من العملة الموحدة فكل هذا ليس صحيح على كل خطابة قومي بالأساس وإن لطفت نظرتها لأوروبا بعض الشيء لحاجات براغماتية انتخابية لكن الجبهة وحزبها وطني قومي يميني على أقصى اليمين حسابه ليس مفتونا بأوروبا ليست هي أنا ليس لا أوافق معك حقيقة اسمح لي ولكن لأن تغيرت أيضا النظرة الاقتصادية فهناك خبراء اقتصادي يعملون مع مارين لوبان وفي فريقها وغيروا نظرتها على اليورو وغيروا نظرتها على الاتحاد لدواع انتخابية إطرى جائحة كورونا لا ليست لدواع انتخابية لأن وخط الأب تغير 180 درجة هناك خمس سنوات مرت لا 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 أوافق معك لأن في هذه الخمس سنوات أنا أسألك أنا لا أطرح رأيا حتى تقول لي موافقة وغير موافقة سيد أريكسندر لو سمح لو سمح سيد أريكسندر هل تسمعوني أنا أطرح أسئلة لا رأيا لا نتجادل في الموافقة من عدمها أنا سألتك إذا سمعتني أجبني رجاء أجبك نعم أجبني تفذل نعم أنا سمعتك ولكن أردت أن أقول ذلك لأن إذا تكلمنا عن الاقتصاد والسياسة فالكل يعلم أن هذين الموضوعين مرتبطين بشكل متين بينهما لا يمكن أن نتحدث عن الاقتصاد بدون تحدث عن السياسة إذا نظرنا إلى أوروبا حاليا أوروبا نموذجها مبني على الليبرالية ورأينا مع جائحة كورونا أن هذا النموذج ليس له قواعد متينة خصوصا مثلا في الفلاحة نتكلم عن الفلاحة مع الأزمة الأوكرانية ففرنسا هي إحدى أكبر مصدرين المنتجات الفلاحية في العالم فهل السياسة الفلاحية الموحدة تلائم هذه المكانة لا تلائم هذه المكانة هل السياسة الطاقوية ليست هناك السياسة في الطاقة على الصعيد الأوروبي ففرنسا لا تحتاج الغاز لا الغاز الجزائري أو الغاز القطري أو غيره من الغاز النظام الطاقوي في فرنسا مبني على الطاقة النووية وألمانيا لا تريد أن تتحدث في هذا الموضوع الذي يمثل المسألة الجدرية إذا أرادت أوروبا أن تتخلص من الغاز الروسي وغيره فعليها أن تطور مجال الطاقة النووية ورئيس ماكرون غير رأيه في هذا المجال ولكن كانت هناك أربع سنوات أو ثلاثة أو أربع سنوات التي كان يريد أن يقلص فيها مكانة وفعاليات قطاع الطاقة النووية في فرنسا فهناك الكثير من الوقت تم بيعه بسبب عدم تواجد هناك رؤية استراتيجية على المدى البعيد في هذا المجال وضح أشكر كل ضيوفنا نذهب من شاهدنا العزاء إلى فاصل قصير نعود بعده لمتابعة هذا النقاش أهلا بالجميع مجددا رغم تبعات الجائحة الاقتصاد الفرنسي تمكن من التعافي أكثر من غيره من الدول الأوروبية محقق النمو نقصاديا قياسيا لكنه في المقابل شهد معشرات سلبية أخرى من حيث نسب التدخم والدين والعجز العام للبلاد كحصيلة لأداء الاقتصاد الفرنسي عام 2021 تشير الإحصاءات لمؤشرات إيجابية فوترة النمو بلغت 7% مسجلة نقما قياسيا لم يشهده الاقتصاد الفرنسي منذ 52 عاما ورغم هذا الأداء إلا أن نسب التدخم واصلت الارتفاع حيث بلغت شهر مارس نحو 4.5% وزادت أسعار السلع والخدمات متأثرة لتبعات الحرب في أوكرانيا أما الدين العام فتدخمه الآخر بأصول حاجز 113% من النتج المحلي في حين تخطى العجز 7% وتدافع الحكومة الفرنسية على إصلاحات الإليزية الأخيرة التي ساهمت في خفض نسب البطالة فالاقتصاد الفرنسي تمكن من خلق أكثر من مليون وظيفة بين 2017 و2021 لكن الانتقادات وجهت لتكلفة الإنفاق المالي للحكومة فخلال خمسة أعوام أنفق الإليزي نحو مليارين ونصف المليار يورو على التكاليف الاستشارية سيد جون بير بيران أسأل عن حصيلة ماكرون الاقتصادية عادة من يتقدم لجولة أو ولاية ثانية يكون مثقلا بحصيلة ولاياته الأولى خاصة الكلفة الاقتصادية نسبة لماكرون تصعف هذه الولاية ومنجزه الاقتصادي أم يمكن أن تلعب ضده وتخدم ترشح لوبان أو وصولها للإليزي خلال مدة التولي الأولى نجح الرئيس ماكرون بتصدي لكورونا مع هذه الإعانات البالغة القيمة للشركات وأيضا لبعض الوظائف الليبرالية ما سمح لهذه الأطراف بتخطي هذه العقبة الجائحة هذا سيكون له الأثر في الانتخابات الآن لأن بالنسبة للفرنسيين الرئيس ماكرون أدار هذه الأزمة بطريقة جيدة حتى ومع وجود بعض الانتقاضات من ناحية الحريات مثلا أو الإجبار على التلقيح لبعض الوظائف في المستشفيات مثلا بالنسبة للأطباء إلى آخره مع هذا التهديد بأسر في حال عدم التلقيح ولكن بالمجمل إن إدارة كورونا كانت جيدة من قبل الرئيس ماكرون ولكن أود أن أقول ما يلي إن شعبية ماكرون لم تنقضت بالمقارنة مع انتخابات 2017 لأنه كان ربما يقترب من العشرين بالمئة في الجولة الأولى ولكن الآن هناك الاسطلعات التي تشيبه هذه النقطة الإضافية وهذا ينطبق أيضا على السيد ميلانشون على السيدة لبن لأن اليمين واليسار انهارا إذن هذه الأصوات ذهبت إلى هؤلاء الأشخاص الثلاثة الآن هذا فيما تعلق بالاقتصاد الآن المشكلة البدهية تتمثل في الطاقة والمعامل النووية الجديدة التي يودها الرئيس ماكرون هذا سيتطلب الوقت الكبير لأن ذلك لا ينجز ببعض رضعة أشهر أو أعوام هناك عدم يقين حاضراً في الانتخاب مع تكلفة الحياة التي زادت بـ 4.5% مع كل عدم اليقين مع الحرب المستمرة في أوكرانيا هذا ما سيكون له وطأته في الانتخابات السيد ماكرون كان قوياً ومتيناً جداً في المناظرة مع انتقاد السيدة لوبان على ماضيها مع بوتين مع ما ذكره من الدعم المالي من قبل البنك الروسي القريب من الرئيس بوتين وهذا ما أكسبه بعض النقاط لأنه بالمجمل كل فرنسا قلق حيال روسيا وكل فرنسا تدعم أوكرانيا حتى السيدة لوبان أجبرت على القول إنها تدعم المقاومة الأوكرانية إذن نعم هذا ما أكسبه نقاطاً إضافية لسيد ماكرون وهذا ما سنره في النتائج غداً المساء نعم سيد جليدي أيضاً في باريس أنا أسأل عن هذه الولاية الأولى نادراً في فرنسا ما تكرر التجديد بشيراك ومتيرون كذلك ماكرون مرشح لذلك حلم ساركوزي ولم يبلغه في الحقيقة هذه العهدى هذه الولاية نزار هل يمكن أن تسعف أو تشفع لمكرون وتجدد له الإقامة في قصر الإليزي أم على العكس من ذلك قد تساهم في طرده ومغادرته لقصر الرئاسة بالنظر لكورونا وكل الإدارة الاقتصادية لهذه الأزمة وما سبقها وما تلاها نعم في واقع الأمر لن أكون بوق لمكرون ولكن هناك مثل عربي جميل جداً عندما تملئ البطن تستحي العين مكرون استطاع أن يسيطر على مسألة الحسابات والاقتصاد في الأزمات الثلاث المتتالية في فرنسا الأزمة الأولى هي كانت أزمة سياسية بين الاندثار بين يمين ويسار واستطاع من خلال ريبوبليكو مارش أن يصنع حدثاً سياسي في 2017 جاءت أزمة الستائر الصفراء واستطاع مكرون أن يستوعب الأمر ويقفت صوت النقبات في تاريخ فرنسا أنا ساكن في فرنسا منذ 25 سنة تقريباً الفترة الوحيدة التي مرت دون احتجاجات نقبية هي مع مكرون استطاع أن يخفت هذا الصوت المهم جداً في الأزمة الثالثة أزمة كورونا استطاع أن يكون مكرون الرجل الذي يملأ جيوب الفرنسيين على الأقل بما هو بالأدنى ثم جاءت أزمة أوكرانيا ليست جيوب مناثرياء ولكن حتى المواطنين جميعهم سيدة الشركات الصغيرة المواطنون ظلوا خلال فترة كورونا إدوارد فليب هذا الرجل القوي جداً وهناك الهمسة الآن همسة السياسية وقعت يوم أمس إهداء إدوارد فليب الرئيس الحكومة الذي سير كورونا مع مكرون لكتابه لجون ليك ميلانشو كدليل أن جون ليك ميلانشو مرشح بأن يصنع حكومة فرنسية في الجولة الثالثة الانتخابات الفرنسية التي أسيطر على هذا الموضوع وأقول لك بأن فرنسا لن تحصب يوم غد المسألة السياسية فرنسا لأن المسألة السياسية مرجح إلى شهر جوا في الانتخابات البرلمانية يعني مكرون اجتاز أربع ملفات حارقة أربع ملفات حارقة يمين يسار كورونا ثم ستائر صفراء والأزمة الأوكرانية عندما أسمع بأنه يصور لأحد الضيوف أن لوبانك أنها مرأة اشتراكية وتؤمن بالثورة وأنها ليست قومية متعصلة ومتطرفة أقول لو سيدي فرنسا تحتاج إلى جيرانها في جنوب المتوسط والأيام بيننا مهما يكون اسم الرئيس الفرنسي ومهما يكون رئيس الحكومة ومهما تكون اللوبيات التي تحكم سيكون هناك إذعان إلى رغبة جنوب المتوسط سيكون لفرنسا لزام عليها بأن تفهم أن المسألة التقية لن تحل إلا بالجيران في الجنوب المتوسط هذا أولا ثانيا الفرنسي البسيط جدا غدا عندما سذهب إلى صندوق الاختراح سيفكر في أمران بين امرأة متطرفة امرأة ومتطرفة لماذا امرأة لست مزوشيا ولست ضد التعدد ولكن التجربة لسنوات في فرنسا العقل الفرنسي لم يسمح لأن تصل امرأة ولو لرئيسة حكومة تونس الدولة الصغيرة رئيس الحكومة امرأة هناك عقل ذكوري في السياسة الفرنسية لماذا حتى السيجان المرأة التي ترشحت ذات يوم زوجة فرنسوا أولون لم تصل إلى الانتخابات لم نرى رئيس حكومة في فرنسا امرأة هناك عقل ذكوري في فرنسيا عكس التبجح في الثقافة الفرنسية بالتساوي بين الرجل والمرأة ولكن أقول لك بأن العقل الباطل الفرنسا لا يختار امرأة هذا واحد على الحساب أزيدك من الشعر بيت ثانيا السيدة لوبان هي جغرافية منطقية مختزلة في نفسها لها جنوب فرنسا في بعض المناطق تخاطب فئة دون أخرى تحاول أن تخرج من العباءة عباءة التطرف ومهاجمة الفرنسيين ولكن ها لم تستطع إلى الآن مهم جدا بكل خطابها كان خطاب أحادي مهم جدا ما تقوله وسواتي الفرس اللي ضيفنا في الجيل المقابلة في باريس أيضا للرد والتفاعل لكن بعد هذا الفاصل ضروري مشاهدنا الكرام وضيوفنا العزاء أهلا بالجميع مجددا وأعود لضيفنا من باريس سيد أليكساندر الكاتب رأيتك تومي بعدم التفاعل مع ما كان بصدد ذكر ضيفنا الأستاذ نزار جليدي هل لك من تعليق وتفاعل أولا وثانيا كيف ترى أفق من سيحكم الإيريزي وفرنسا هل ترى طليق اليد في خياراته الاقتصادية والسياسية ما أن موضوع الانتخابات القادمة للبرلمان ورئيس الحكومة المنتظر هو الذي سيحدد السياسات أكثر شكرا نعم أريد أن أقول أن مع كل احترام لضيفك السابق فهو أخطأ لما قال أن لم يكن هناك مرأة ترأس الحكومة الفرنسية فكانت هناك مرأة وهي إيديت كريسون وتم تعيينها من طرف الرئيس فرانسوى ميتيرون كم بقيت منذ أيام بالتعيين لب الانتخاب هو يقصد ضمير الانتخابي الفرنسي قول أشياء صحيحة ليس هناك شيء في ضمير الانتخابي الفرنسي الذي يمنعه أن تكون مرأة يعني رئيسة الدولة لماذا لم تأتي إمرأة لرئيسة فرنسا شأنه في ألمانيا هذا ليس معيبا في المجتمعات العربية يحدث نفس الشيء دعنا نتجاوز هذه النقطة لأنها ليست مفصلية في نقاشنا لو تصبح أستاذ أليكسندر سمح لي أستاذ أليكسندر أريد أن أقول أن هناك يعني يعني هناك عقلية مختلفة جدريا من فرنسا وبين ما يحدث في فرنسا وبين ما هو شأنه في الدول العربية اليوم طب لماذا لم تأتي هذه العقلية المتفتحة جدا في فرنسا بإمرأة رئيسة بالانتخاب ماري لوبان هذه ثالث محاولة تقريبا لوبان لأنه الأرقام هناك الأمر ليس مرتبط بشأنها مرأة شوف شوف السيدات الأخريات شوف الأرقام التي تحصل عليها السيدات الأخريات المرشحات أرقام مضحكة منذ سيغولين الرويال إلى آخرهن المرشحة حزب الاتحاد ناجل الجمهورية اليمين التقليدي سيغولين نعم اليمين التقليدي هناك هذا شيء آخر ولكن هذا ليس مرتبط بشأن هذه الشخصيات أنها كانت إمرأة أم كانت رجلا هل نتجاوز هذه النقطة كان نعم أستاذ ألكسندر نتجاوز رجاء نتجاوز هذه النقطة ولكن أردت أنه صحيح أما فيما سؤال الذي سألتني فيه فأنا أوافق حقيقة ضيفك السابق عندما يقول أن الأمر الحاسم هو في الدور الثالث وهو في الانتخابات التشريعية وحقيقة اليوم الوضع هو مختلف عما كان في 2017 فاليوم هناك ثلاث أقطاب ثلاث أقطاب وبين هذه الأقطاب الثلاثة قوتها هي تتناسب شيئا ما القطب الليبرالي الأوسط الذي يسيطر عليه الرئيس مكرون وحلفائه القطب اليساري الشعبوي ويمثله جون لوك ميلانشون كما قال ضيفك والقطب اليميني السيادي أو الشعبوي لا يمكن أن تقول أن 45% من الناخبين هم عنصريين أم لهم رؤيات متطرفة ولذلك عندما نتكلم عن مارين لوبان ونقول أنها تمثل اليمين المتطرف هذا ليس صحيح ربما كان هذا صحيح سيد ألكساندر اسمح لي الوقت يضغط هو تيار شعبوي هو تيار شعبوي أشكرك أشكرك لم يبقى كثير من الأقصة جون بير بيران من سيحكم الإليزي هل ترى حرا طليقا أمان الانتخابات القادمة للبرلمان هي من بيدها الحسم أي رئاسة الحكومة إن العامل الحاسم يتمثل في الانتخابات الرئاسية أولا لأن فرنسا نظام نصف رئاسي ولن تحدث عن هذا الدور الكبير للبرلمان بالمقارنة مع الرئيس إذن مع هذه الانتخابات التشريعية المنتظرة إن مرشحي اليمين المتطرف واليسار المتطرف الذين يودون أن يكسبوا المزيد من المقاعد ولكن هناك هذه الإمكانية للإنفاذ المتدنية على الأرض حتى بالنسبة لإعصاب من أشو إذن سنرى هذه العزاب اليسارية واليمينية والاشتراكية أيضا التي تود أن تحفظ على هذا التمثيل في البقاء الجغرافي إذن الأمر أصعب من ما نتخيله لأن هناك تحالفات ربما بين من يدعم ماكرون وبعض مع جزء من الاشتراكيين ولكن هذا لا يجعلني أقلق على الجولة الثالثة لاتسيما والسيد ميلانشو الذي سيكسب المزيد من الشكرا لابد أن نتوقف هنا انتهى وقت البرنامج مرة سريعا الوقت في الحقيقة سيد جون بيرون الكاتب والباحث السياسي في بوليتيك انترنسيونال لك جزيل الشكر من باريس كل ضيوفنا السيد أليكساندر كاتب وسائل اقتصاد في معهد العلوم السياسية في باريس لك كل الشكر أيضا كما لا يفوتني أن أشكر السيد نزار أجليدي الكاتب والباحث السياسي لكم جميعا كل الشكر في ختام حلقة الرابط الذي الليلة خلص نقاش وفق ضيوفنا إلى التالي الثقل الأكبر في الانتخابات الفرنسية الحالية سيكون للمسائل الاقتصادية إلى أن العوامل الاجتماعية ستحضر أيضا في ظل تخوف الناخب الفرنسي من بعض القضايا كتقييد الحريات وهو ما يجعل مكرو أقرب إلى الفوز بولاية ثانية أما سياسيا فإن الأزمة الأوكرانية والموقف من روسيا وواردات الطاقة وحالة عدم اليقين تبدو أهم المشاكل المطروحة على طاولة الرئيس الجديد بانتظار ما وصفه أحد الضيوف بالجولة الثالثة والحاسمة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعين ستحدد هوية رئيس الحكومة في خطاب أو في نظام رئاسي أو نصف رئاسي كما يصفه البعض نهاية الرابط لليلة شكرا المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة